السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً لكم في هذا الفيديو اللي راح نشرح فيه شابتر 7 من مادة الصيتولوجي إن شاء الله تعالى طبعاً شابتر 7 مش كتير طويل هو عبارة عن شيتين لأكثر في هذا الشابتر راح نحكي عن الاكسترا سيليلر انتراكشنز يعني إحنا عشان تكونوا في الصورة الأشياء اللي في الخارج الخلية لا تقل أهمية عن مكونات الخلية الداخلية وأصلاً الأشياء الخارجية للأكسترا سيليلر ماتيريال هي أصلاً تم إفرازها من الخلايا نفسها تمام؟ هاي الاكسترا سيليلر ماتيريال عادةً ما إنها بين الخلايا هيكون هدفها إنها توفر تواصل بين الخلايا هذا أولاً ثانياً بتتدخل في الشؤون الداخلية للخلية وبتساهم أو يعني بتتحكم فيه كثير في داخل الخلية تمام؟ كذلك هي بتوفر تواصل زي ما قلنا مش بس بين الخلية والخلية بتوفر تواصل أيضاً بين الخلية والمحيط الخارجي تبعها تمام؟ والبيئة الخارجية تبعتها تمام؟ هاي خلية في الدنيا عندها سلمنبرين هو عبارة عن باوندري نفصلها ما بين الداخل وبين الخارج الأشياء الخارجية هاي هي الاكسترا سيليلر ماتيريال أو الاكسترا سيليلر ماتريكس تمام؟ نختصرها بCCM E-C-M فبس هاي كلها مقدمة طبعاً هاي الـ E-C-M موجودة في كل الكائنات الملتي سيليلر سواء في النباتات أو في الحيوانات حتى في الـ Epithelial cells اللي هم الخلايا بكونوا ملزئين في بعض وهو عنا احنا هدول الخلايا الملزئين بعض وجوز بيناتهم نفسهم ما في اشي بس تحتهم كلهم في ممبرين اسمه basement membrane تمام؟ فيعني this is a general overview علشان تكونوا في الصورة بس انه في عنا extra cellular material وهذا هو موضوع حديثنا في هاي المحاضرة اول اشي هنا كل اياته ما في كلام ما في اشي ينحفظ فعلياً يعني كلها كلام نظري هيك بس معلومات تكون عارفها بالمناسبة انا راح احتاج السلايدات في عرض الصور وممكن بعض الفقرات اللي تكون اوضح في السلايدات انتو عارفين ان احنا عم نشرح على شيتاتكم على سبيل المثال مثلاً هنا طبعاً هاي كلها فقرة مقدمة هاي الصورة هون ممكن هي بتعطي مثال على الاكسترا سيليل الماتيريال مثلاً هذا عبارة عن طبقة من الجلد الجلد بتكون من جزئين الطبقة العلوية اللي هون اللي بسميها الايبي ديرمس والطبقة السفلية اللي هون اللي بسميها الديرمس الايبي ديرمس هي عبارة عن ابيثيليال تيشو اكيد اخدتوا الايبيثيليال تيشو في الهيستولوجي هلا لاحظوا هون ان الخلايا مطلاصقة بشكل كبير الايشي اللي يعتبر اكسترا سيليل الماتيريال هو البيزمنت ممبرين بشكل اساسي اما تحت هون الكنيكتف تيشو عندي خلايا اسمهم فايبرو بلاست هدول الخلايا مرتبطين مع البيئة الخارجية زي ما انتم بلاحظين هون مثلاً هاي تكبير الخلية حوالين الخلية في كتير اشياء خارجية في عندي مثلاً فايبرز اسمهم كولاجين فايبرز في راتيكولر فايبرز في في عندي الاستيك فايبرز في عندي العديد من المكونات اللي بتكون خارج الخلية تمام؟ وفيه اجزاء من الخلية بتربط الخلية بهاي الاكسترا سيليل الماتيريال يعني مثلاً هذا اللي هون البروتين اسمه الانتقرن رح ندرس عن هاي الاشياء كله رح نحكي عن الكولاجين رح نحكي عن الانتقرن هاي المصطلحات كلها رح تاخدوها بس انا بدي تاخدوا تصور عام انه كيف فيه خلية وفيه مكونات خارجية وفيه ارتباط بين هاي الخلية والمكونات الخارجية تمام؟ طيب هلا فيه مصطلح مهم نعرفه اللي هو ايش اسمه الـGlycocalyx خلنا نشوف هدول الصور اللي هون علشان تكون تصور الـGlycocalyx عندكم واضح هاي انا عندي هون ممبرين تبع الخلايا وهون تحت ما بداخل الخلايا وفوق هاي الشعيرات هي ما بخارج الخلايا ايش هاي الشعيرات بالضبط؟ هاي الشعيرات بسميها الـGlycocalyx الـGlycocalyx ايش هي الـGlycocalyx هلا احنا عارفين انه الممبرين تبع الخلية بتكوّم شكل اساسي من هاي الممبرين تبع الخلية بتكوّم شكل اساسي من lipids او من protein تمام؟ سواء lipids او lip proteins كتير احيان بكون مرتبط عليهم من بره سلاسل كاربوهايدرات عبارة عن oligosaccharides اذا بتتذكروا حكينا شو معنى oligosaccharides يعني عبارة عم تقريبا هيك من 3 الى 10 ممكن يوصلوا إلى 15 مكعب سكر او سداسي سكر يعني حبة سكر تمام؟ سلاسل السكر هاي كل ايات ها الشعيرات هي عبارة عن سلاسل سكر مرتبطة يا بالـ lipids يا بالـ proteins اذا مرتبطة بالـ proteins بنسميها glycoproteins واذا مرتبطة بالـ lipids بنسميهم المركب ككل glycolipids بغض النظر سلاسل الكاربوهايدرات باش مرتبطة هاي سلاسل الكاربوهايدرات كاملة اللي طالع وعاملة زي غطاء شعري عاملة زي كوت نسميها glycoproteins نسميها glycoproteins فعليا glycoproteins كمركب فيه له العديد من الفوائد فهو بيوصل بين الخلايا بينها وبين بعض وبيوصل بين الخلية والبيئة الخارجية تبعتها كذلك بيوفر بيحمل خلية ميكانيكيا بيحمل خلية ميكانيكيا من اي ضرر ممكن تتعرض له إذن هاي هون مكتوبين العاملين اللي قرأناهم للآن من الرول of the glycoproteins بيعمل سل سل انتراكشن سل سبستريتم انتراكشن الشغل الثاني من الرول تستعيد glycoproteins الشغل الثالثة اللي بيساهم فيها glycoproteins انه هو بيعتبر بارير للموليكولر موفمنت يعني سواء موليكولز من داخل الخلية بدهم يهربوا زي بيعتبر كم ماشي بيمنعهم من خروج بعد البلازما ميمبرين وكذلك بيمنع العديد من الموليكولز انها تكون غير مرغوبة تيجي تلتصق بالبلازما ميمبرين حتى لو ما ضفلت يعني تمام ويعتبر زي بارير زي هيك حاجز للخلية واخيرا يعتبر regulatory factor binding site تعال نحلل هاي الجملة لان انا اظن الجملة اللي قبل mechanical protection حماية ميكانيكية ايش الحماية ميكانيكية يعني بيمنع مثلا اذا ايش بده يرططن بالخلية بيرططن بالجليكوكالكس بالاول barrier to molecular movement يعني هدول الجملتين مفهومات بس هاي ايش معنى regulatory factor binding site الجليكوكالكس يعتبر مكان للارتباط binding site للregulatory factors للعوامل المنظمة اللي بتنظم كتير عمليات جوا الخلية في كتير من المواد تعتبر عوامل منظمة للخلية فبتيجي بتأثر على الخلية بس ما بتأثر في هاي الخلية انها تدخل فيها لا بتأثر فيها انها ترتبط من براه تمام؟ فالترتبط وين؟ ترتبط على الجليكوكالكس فالجليكوكالكس يعتبر binding site للregulatory factors فهونا صور مختلفة هنا مثلاً بس مش مبين بالمرة هذا اللي بالخط الصغير هنا هذا موجود على في خلية من خلايا الجنين وهو نفس الاشي جليكوكالكس موجود على خلايا أوعية دموية تحديداً كابهلري الكابهلري اللي هو الشعير الدموية الكورونالي التاجي يعني الشعير الدموية تعيت القلب وهاي تعتبر موليكولر مودل موليكولر مودل يعني رسمة تمام على مستوى زي يمبين فيها جزيات الليبود جزيات الليبود مرتبطين ببروتينات منسمي البروتين مع الكاربوهايدرات أو مرتبطين مع الليبود منسمي الكاربوهايدرات مع الليبود غلايكوليبود طيب هلأ خلينا نحكي عن مكونات الاكسترا سيللر متيريان من أهم المكونات اللي نعرفها المكونات اللي موجودين الأربعة في الصورة هون اللي هم الفايبرونيكتن والبروتيوغلايكام واللامين والكولاجين هاي أهم أربعة مكونات الكولاجين والبروتوبلايكان والفلايبرونيكتن واللامين هادولا من اهم مكونات الاكسترسيللر ماتيريان طبعا في مواد بتربط هاي المكونات زي الانتغرينز رح نحكي عن المواد الرابطة كل اياتها هادولا صور بس علشان يعني مش الهدف منهم انكم تاخدوا منهم معلومات تحفظوا منهم اشياء بس الهدف منهم تشوفوا كيف بالمايكروسكوب في اكسترسيللر ماتريكس يعني مثلا هذا يعتبر كونكتف تيشو هادول كونكتف تيشو متصور بي اللي هو اس اي ام سكاننج الكتروم مايكروسكوب اللي هو ببين الصور ثري دي هاي خلية اللي هون وهاي النتوءات تعيتها طبعا وكل هاي الشعيرات اللي حواليها هي اكسترسيللر ماتريكس تمام نفس الاشي نفس الاشي هون مثلا هنا الطبقة العلوية هي ايبي ديرماس تحت في بيزمنت ممبرين البيزمنت ممبرين يعتبر اكسترسيللر ماتريكس وكما يعني هاي صور بتبين لك شكل الاكسترسيللر ماتريكس في انسجن مختلفة تمام احنا هلا خلنا نركز على مكونات الاكسترسيللر ماتريكس باحنا نحكي عنهم مكون مكون زي ما اتفائنا مكونات الاكسترسيللر ماتريكس هاي كلاياتها تصنع تصنع في الخلايا وبتطلع من الخلايا يعني هذه الاكسترسيللر ماتريكس ما وجدت من العدم ووجدت من الخلايا المحيطة الخلايا المحيطة بتصناعها وتفرزها وزي ما حكينا هي مما يعتبروا حتى يعني في كتير كتب تعتبر الاكسترسيللر ماتريكس أورغانيلز لأنهم مهمة فعليا يعني مفرزين من الخلايا زي ما قلنا راح نبدأ بالحديث عن الكولاجين راح نحكي عن كل هدولة الاكسترسيللر ماتريكس كومفوننز نبدأ أول إشي بالكولاجين إذا كنت تطلع على الصورة هون تشوفوا كيف شكل الكولاجين هلالكولاجين عشان يكون فاهمين هو يعني خلينا نحكي كيف الإنسان هو جسم كامل مكوّن من أجهزة أو سيستمز يعني والسيستم الواحد مكوّن من أورغانز والأورغان الواحد مكوّن من تيشوز وهكذا نفس الإشي الكولاجين في مكوّن من أشياء أصغر منه وهالأشياء الأصغر منه كل واحدة منها مكوّن من أشياء أصغر وهكذا تمام هلأ المكون الأساسي للكولاجين زي منقدر نعتبره السل بالنسبة للإنسان ككل كذلك الكولاجين مكون بشكل أساسي من شغلة منسميها triple helix of three helical alpha chains إيش يعني triple helix of three helical alpha chains alpha chain اسم السلسلة هاي منسميها alpha chain الواحدة تمام triple لأنه في منها ثلاثة تمام ففي عندي triple alpha chains وعملين شكل helix يعني عملين شكل زي حلفين على بعض زي الحبل تمام فهاي هي التركيب الأساسي للكولاجين triple helix هاي هي تمام طبعا بكونوا مرتبين فوق بعض لتريبل helix وبعملوا قطع وهاي القطع بتعمل قطع أكبر وهكذا مش مطلوب منكم هذا الترتيب ككل بس يعرفوا لي أنه هذا triple helix هو جزء صغير من حبل الكولاجين الضخم تمام من حبل الكولاجين الضخم فإذا إيجا سألك إيش المكون الأساسي للكولاجين تحكي له triple helix of three helical alpha chains طبعا الكولاجين هم عبارة عن fibrous glycoproteins glycoproteins فاهمين شو معنى glycoproteins يعني بروتينات فهمين بروتينات سكرية بروتينات عليهم كاربوهايدريت وفايبرس فايبرس جايين على شكل أحبال على شكل أحبال found only in the extra cellular material المناسبة فايبرس هي عكس globular اللي globular معناها كروي فايبرس معناها زي حبل زي حبل أوكي فهاي هي إذا الكولاجين triple helix of three helical alpha chain تمام وthey are made of أو they are fibrous glycoproteins fibrous glycoproteins حكينا أنهم موجودين فقط في الاكستر سيلر المتيري مش موجودين داخل الخلية هم أكتر بروتين موجود في جسم الإنسان يحكى أن كتلة الجسم الإنسان الجاثة بدون السوائل 25% منها عبارة عن glycoproteins عبارة عن glycoproteins طبعاً مين أكتر خلايا بتفرز الكولاجين خلايا الفايبروبلاست هدول هم أكتر خلايا بيفرزوا الكولاجين هدول الخلايا نوع من أنواع الخلايا تعيث الconnective tissue أصلاً راح نشوف أن الكولاجين أكتر إشان وجود فيه الconnective tissue كذلك في خلايا smooth muscle cells والepithelial cells كونه الكولاجين هاي حفظوها المعلومة بهذا الشكل كونه الكولاجين من البروتينات اللي موجودة بكثرة فأكيد راح يكون له كتير أنواع لذلك له 28 نوع من أنواع البروتينات هل أريد أنكم تعرفوا أن الكولاجين هو البروتين القاسي البروتين الصلب اللي بيعطي support وبيعطي structural support بيعطي زي حماية زي قوة للأنسجة أصلاً الكولاجين هذا تعرف يعني الناس اللي عندهم تجعيد بس يكبروا بالعمر بتكون بسبب من انخفاض نسبة الكولاجين عندهم فهو يعتبر insoluble framework framework يعني زي هيكل insoluble لأنه ما بيذوب ما بيذوب من صلابته وبيعطي many mechanical properties mechanical properties من الآخر بيعطي صلابة بيعطي صلابة تمام؟ هاي هون الكولاجين مرتب أمامكم إذا بدي أفرجيكم الصورة بشكل دقيق يعني لشانكم مستوعبين شو اللي فيها فهي هون أكلها هاي خطوط كلاجين هذا خط كلاجين خط كلاجين خط كلاجين خط كلاجين خط كلاجين ولو افترضنا جدلا أنه جزء من الكولاجين هذا مثلا مقطوع من هنا وعم نتطلع من مكان القطع رح نشوف هذا المنظر اللي هون رح نشوف هذا المنظر اللي هون فهاي هي فكرة الكولاجين بكون مرتب على شكل أحبال أحبال جايين زي هيك وفوقيهم أحبال جايين يعني زي هيك خلينا نحكي تمام؟ هذا فوقيهم زي هيك نفس المبدأ هون زي هيك وهكذا بكونوا مرتبين بشكل شبكي بشكل شبكي بيربينديكيولر عموديين على بعض علشان يعطوه زيادة قوة صلابة وهذا بتناسب موظائفهم أكتر إشي ما كان موجود فيه الكولاجين هي الأماكن الصلبة زي التندونز التندونز اللي هي الأربطان لازم تمسك عضلات بقوة تربطها بالعظم كذلك الكورنية القرنية تمام؟ بس مهم تعرفوا إنه هذا بكونوا مرتبين بشكل بيربينديكيولر بكونوا مرتبين بشكل بيربينديكيولر طيب هلأ عشان تكونوا عارفين هدولا الألفا هيلكس التلاتة تريبل ألفا هيلكس بكونوا مرتبين مع بعض بشكلين إشي اسمه فايبريلز ومجموعة الفايبريلز بكونوا مشكلين فايبرز أو كولاجين بكونوا مشكلين الفايبرز أو في كولاجين تمام؟ زي ما حكينا الكولاجين موجودين في الكورنية تحديدا في الميدل لير أو في كورنية تمام؟ بس عشان تكونوا عارفين هاي هي المعلومات المتعلقة بالكولاجين هلأ خلنا نحكي عن المكون التاني اللي هو بالبروتوية لأي كانز المترجم للقناة